بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذة الكرام طلبتي الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة رقم 14 من سلسلة الحصص القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية اليوم سنتعلم كيفية جداول تشغيل لمختلف تركيب الكشف عن العلب اليوم سنكمل جزء الثاني في حصة اليوم سنتطرق إلى المضخم عملي يعمل عمل مقارن واش معنتها؟ تركيب نحن أعطيكم أمثلة هذه الأمثلة كامل فيها المضخم عملي يعمل عمل مقارن وكما قلتكم جماعة من قبل بإذن الله هذه التركيب سوف تصبح بسيطة أكثر من بساطة بسيط نعم يا بسيط قبل ما نبدأ إذا كانت هذه أول حصة لك نتمنى منك أنك تفرج الحصة رقم 13 جزء لول بها ما تلقى حتى مشكل وإذا حابت تكون أكثر أكثر وتلقى كل شي بالتفصيل نتمنى منك تفرج الحصة التفصيلية حصة رقم 40 جزء الأول وحصة 41 جزء رقم 2 فاصل ثم نواصل هيا جماعة نبدأ بمثال رقم 4 كما تلاحظوا أعطانا تركيب إلكتروني وطلب مننا ملء جدول للتشغيل في حالة غياب القطعة وفي حالة حضور القطعة وكينا حاجة جديدة في هذا التركيب عندنا AOP اللي هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن وشحيدين هذا المضخم عملي يقارن ما بين جهد V-A3 والجهد V-C-U ويتحكم لي في المقاحة جماعة قبل ما نملأوا الجدول للتشغيل لازمنا لازمنا نخرج قيم توترات الدخول يعني ماذا معنا يا جماعة أي تركيب إلكتروني يعطيه لك سواء تركيب كهربائي في خلية كهروضوئية ولا في خلية حرارية وهذا التركيب في مضخم عملي يعمل عمل مقارن أول حاجة خمم فيها بحسب الجهود المدخلين الجهد اللي هو الأول في ناقص والجهد الثاني في زيد ومن بعدها آخر حاجة خمم كيفية تكمل الجدول هاي جماعة زيناء نبدأ ونفهمه شمعتها في ناقص وشمعتها في زيد وكيفية نحسبه كما كنتلاحظوا هذا المضخم عملي يعمل عمل مقارن لا يحتوي المقامة الراجعة واللي يحب يفهم مجمع مقارن تماثلي روح يتفرج الحصة رقم 12 والحصة رقم 13 اللي فيها خمسة مارين ولا ستة مارين وبإذن الله ما تلقوا حتى إشكالية في المقارنة إذن هذا المقارن ما الذي يعمل يقارن بين جهدين الجهد الأول هو في ناقص وهذا في ناقص الجماعة يكون يعبر عليه يعبر عليه أير ثلاثة كيف عرفت نازمني من في ناقص ونبدأ ونرسمو الخط حتى نوصله جياندي المقاومة اللي يمر عليها خط الأصفل تسمى المقاومة المعنية إذن في ناقص يعبر عنه في أير ثلاثة والجهد الثاني أجمعه كما كنت لاحظه في زايد نرسمو من النقطة هذه حتى نوصله جياندي لاحظوا باللي في زايد هو نفس الجهد بين طرفي المقحل بما أنه هذه نقطة كوليكتور والنقطة هذه إيميتور وشو نقوله في زايد تساوي في سيو تاع المقحل الجهد الأول في أير ثلاثة هو جهد ثابت بسكو عليه لأنه هذه المقاومة كامل ثابتة والجهد الثاني في سيو هو جهد متغير لماذا؟ لماذا قلت جهد متغير؟ لأنه المقحل قادر يكون قاطعة مغلقة وقادر يكون قاطعة مفتوحة في حالة غياب القطع سيكون مشبع وفي سيو تاع وحا تساوي في سيو ساتوري تساوي 0 فول وكي تجي الكرة وتحجز الضوء على المقحل سيكون في سيو تاع ويساوي في سيو بلوك في هذه الحالة في سيو تاع ويساوي 12 فول لاحظوا باللي الجهد بين طرفي المقحل متغير على حسب الكرة لا تقلقوا كل شيء نفهمه بالتفصيل هيا أجمعنا نبدأ نحسبه في ناقص ونحسبه في زايد إذن في ناقص أجمعه وكما قلنا في ناقص كون يعبر عليه تعبر عليه مقاومة A3 إذن في ناقص ماذا يساوي؟ هو كذلك نفسه نفس الجهد VR3 وVR3 أجمعه كيف نحسبها؟ بما أنه مقاومات R3 و R2 على تساسون في هذه الحالة نستخدم قاسم التوتر وشي قلنا قاسم التوتر؟ قلنا بتحسب الجهد بين طرفي مقاومة A3 وشي يساوي؟ يساوي المقاومة المعنية اللي مر عليها خط الأصفر هذا على مجموع المقاومة هذا الفرع هذا الفرع أجمعه كيف تلاحظه باللي كينا مقاومة A3 و R2 على تساسون إذن معنا نتوش نقوله A2 زيد A3 الكل في واش في جهد التغذية مسؤول عن تغذية هذا الفرع إذن VR3 تساوي A3 على A2 زيد A3 في الفي سيت من بعد أجمعه كما كيف تلاحظه هنا A2 و A3 أعطاهم نبدال لتبعض وعند R2 تساوي R3 في هذه الحالة ما عندك قيم يعني تقدر تخرج قيمتها مباشرة لو كان مثلا R2 أعطاهم لك 1 كيلو أوم و R3 أعطاهم لك 5 كيلو أوم احسب عادي و احسب VR3 هنا أعطيت لك R2 تساوي بدلالة R3 إذن واش يساوي VR3؟ يساوي A3 على R2 و R3 متساويين معنا تجمعه تساوي 2 R3 الكل في VCC وعندي A3 مع R3 واش تبقى لي 1 2 VCC إذن جهد هذا يساوي Stavolt إذن في ناقص واش يساوي يساوي Stavolt وهذا الجهد نسميه جهد مرجعي غير متغير مهما كانت حالة الكرة سواء كانت حاضرة ولا كانت غائبة إذن وش نكتبه هنا نكتبه Stavolt وهذا جهد ما ثابت أما جهد الثاني اللي هو الجهد بين طرفي المقحل اللي نسميه VCU هذا الجهد متغير إذن وش نقوله في هذه الحالة VZ ماذا يساوي شكن يعبر عليه يعبر عليه جهد بين طرفي المقحل إذن يساوي VCU وجهد بين طرفي المقحل عنده احتمالين على حساب الكرة إذا كانت الكرة إذا كانت الكرة غائبة ولا قطعة غائبة واش راكم تلاحظوا الضوء هذا يتسلط على قاعدة المقحل والمقحل يوصل الضوء يسمى يسمى قاطعة مغلقة ولا يسمى مشبه إذن جهد بين الطرفي في هذه الحالة جمعه VZ وش يسميه VCU ساتوري ساتوري وش معنتها متشب وVCU ساتوري في المقحل ديما وش يساوي بالتقريب 0 فورد معنتها سلك سلك لأنه يساوي 0 فورد الاحتمال الثاني يجمعه في حالة حضور الكرة من هالي يجي كرة جمعه تحجز الضوء على المقحل وبالتالي الضوء هذا ما يوصل قاعدة المقحل في هذه الحالة وش يقولون في حالة حضور القطعة تحجز الضوء على مقحل كهاروظوئي VZ وش يساوي ويساوي VCO بلوك بسكوا على لأنه من قحل حجزت على الضوء وش يحق وليه مسدود والجهد بين الطرف وش نعجل ساميه VCO وVCO بلوك ها جماعات يساوي جهد الخروج والجهد الخروج هنا يساوي 12 فورد كما كما تلاحظون باللي VZ هو جهد متغير على حساب الكرة إذا كانت غائبة كرة VZ يساوي 0 فورد وإذا كانت حاضرة كرة وقطعت الحاجز الضوء VZ وش يساوي VCO ويساوي VCC إذا جهد بين الطرفين المقحل VZ هو جهد متغير أما V- هو جهد ثابت هنا يجمع إن شاء الله فهمتوا كل شي ونحن نملك جدول التشغيل كما لاحظنا وش قلنا أول حاجة V- ساوي ديم 6 فورد ثاني حاجة وش ونحن نرى المقحل هل هو NPN أو PNP يجب أن تركزه بما أنه السهم خارج منه مع أنت NPN مع أنت هذا المقحل كيف يخدم كيف يوصل تير وجود يعتبر قاطعة مغلقة ويغلق دارة الوشعة كيف لا يصل V- سورتي لا يصل جهد تير يعتبر قاطعة مفتحة ويقطع التير على الوشعة بعدها نكتب V- سواء في غياب الكرة وفي حضور الكرة من بعدها نشرح تركي في حالة غياب الكرة في حالة غياب الكرة الضوء يتسلط على قاعدة المقحل الكهروضوئي وبالتالي يصبح مشبع وبالتالي في هذه الحالة بما أنه مقحل مشبع الجهد بين الطرفين ماذا يساوي يساوي V- ساتوري و ساتوري يساوي 0 فولت من بعدها المقارن التماثل يقارن مبين الجهدين وش راكم تلاحظوا تلاحظوا بلي 6 فولت أكبر من 0 فولت و 6 فولت مربوطة بالقطب العاكس وكيعد V- ناقص أكبر من V- زايد هنا وش V- سورتي يخرج 0 فولت وكيعد V- زايد أكبر من V- ناقص هنا V- سورتي يخرج كيف قاطعة مفتوحة مع أنت يفتح الدارة ما بين الجامع والباعث وبما أنه مقحل هذا مانع وش دار قاطعة التغذية للوشعة الوشعة تتمغنط الوشعة لا تتمغنط وتمس تغير حالته تمس يبقى في حالة راح وبما أنه تمس في حالة راح نشوف R و S كما كما كنت تلاحظوا التيار مني كيف يمشي من المصدر الجهد حتى يوصل G كما كنت لاحظوا التيار يمشي بالنقطة هذه كيف يوصل نقطة هذه فرع الفرع فيه R وفرع الثاني فيه مقام G إذن تيار في هذه الحالة وش دي راح يتقسم الجزء يروح R والجزء الثاني يروح G إذن R يوصل لها التيار إذن R يسوي 1 أما S لا يروح لها التيار فقط G إذن S يسوي 0 إذن نكتب هنا S يسوي 0 و R يسوي 1 وبما أن نقلب RS مداخل فعالين في المستوى الأعلى ما عندها R هي النشيطة والS خاملة و وظيفة تمسح المخرج يعني وضع المخرج في صفر إذن كيف يسوي صفر وبما إشارة ساعة العدد ليس مربوطة بالكي أجمع حذر نعطي مربوطة بالكي بار لا إشارة ساعة مداخل كي بما أن يسوي صفر كي بار يسوي 1 هل العدد يعود لا دخل في مجمع أجمع هيا يجمع ملو الجدول في حالة غياب الكرة إذن كيف في حالة غياب الكرة VZ يسوي VNAS أكبر من VZ حالة المقحل غير ممار ولا مانع بسكو VZ تقال 0 فوط ولي قاطعة مفتوحة الوشعة غير مغذات لماذا غير مغذات بسكو المقحل في حالة التبليل ولا قاطعة مفتوحة لا يجعل التيار يمشي من VCC ويذهب الوشعة التماس في حالة راحة بسكو لا يمسح المخرج ويقلب 0 منطقي هل العدد يعود؟ نجاوبكم في هذه الحالة نحن نعرف العدد يولي عيد ولم يعد سوف نرى إشارة ساعة إذن كون يتحكم في إشارة ساعة جماعة كما تلاحظون يتحكم فيها كبار بما أن كيف يسوي السفر كيف يسوي جماعة يسوي واحد وهذا نستمي مستوى الأعلى من العدد يمشي غياب الكرة جماعة نروحوا لإحتمال الثاني اللي هو في حالة حضور القطعة كما كم تلاحظوا القطعة هذه وش دارت كي وصلت هنا بين بعث والجامع قطعت الضوء على المقحة الكهرو ميغناطيسي إذن في هذه الحالة وش نقولوا نقولوا هنا المقحة يعمل دور قاطعة مفتوحة وبما أن قاطعة مفتوحة الجهد بين طرفي هذا المقحة ماذا يساوي يساوي VCO و ما يساوي يساوي جهد الخروش هكذا وكما تلاحظ الجماعة أكبر 12 أو 6 ستقول لي أستاذ 12 أكبر و 12 موصولة بالزيد مع أنتها Vزيد أكبر من V ناقص وكي يقوم في المقارن Vزيد أكبر من V ناقص إذن Vصورتي وش خرج الجهد الموجة يخرج 12 فول إذن Vصورتي مقحل في حالة تشبه أغلق دارة الوشعة إذن هذا التيار يأتي من V سيمر عبر الوشعة و إذا الوشعة وش يصر الهجمع ستتمت لحق المغناطيس هذا الحق المغناطيس سيأكس حالة التماس وكي تعكس حالة التماس إذن هذا التيار الذي كان قبل يروح الـ Air شوف معين يروح إذن يكتب S يساوي 1 و الـ Air يجمع وشاكم مربوطة بالجياندي وما عنده من يوصل لها التيار إذن Air يساوي Air يساوي S إذن كون فعال في هذه الحالة S أم أم A في هذه الحالة S وفعال إذن وشوظيفة S هو تشغيل يعني يقلب مخرج في حالة عمل يعني يقلب مخرج كي يساوي 1 إذن كي وش يساوي 1 وبما أنه يساوي 1 كي بار يساوي 0 هنا العدد يحسب وليس العدد يحسب ماذا كنت تفهم الجمع ونرجع المخطط إذن هنا نكتب الجمع في حالة حضور الكرة إذن VCU بلوك يساوي 12 فولت وبما أنه VZ أكبر VNAX يمدلي 12 فولت وبما أنه VST 12 تغذي المقحل TR يصبح مشبع أو ممرر وبما أنه المقحل مشبع الوشعة محررة أو مغذات وبما أنه وشعة محررة تمس سيأكس حالته أو يصبح في حالة عمل وتعكس تمس S هي 1 و R 0 وبما أنه S نشيطة مع أنها يساوي 1 هيا يجمع نشوف العدد يحسب أو لا يحسب أرقز مع بما أنه يجمع يساوي واحد كبار يساوي يساوي 0 وشاكم تلاحظوا هذه لحظة انتقالية من مستوى الأعلى لمستوى الأدنى هذي شو يسمي هو جبهة نازلة والعداد كي يجي جبهة نازلة إذن وش نقول في هذه الحالة العداد يأت وهذا هو بنسبة جدول تشغيل تركي فيه مقارن يعمل مضخم عملية عمل عمل مقارن بسيط جدا في حتى إشكالية جماعة التوصيل من الحفاظ جماعة تتبعوا طريقة التعي ولازم تكونوا إن شاء الله ومتابعوا منكم حتى إشكالية هيا جماعة راحوا سؤالي بعده كي تلميذ سألوا لي يا ستيد وشو وظيفة عناصر الكهربائية في هذا التركيب إلكترون بسيط على باعث ومستقبل وهذا نسميهم خالية كهربائية إذن نسميه طابق كشف عن مرور الكورات والله عن مرور القطع أما طابق الثنين بما أنه يحتوي على قلب Ares والأس والأير مربوطين بعد تمس اللي يرتد ركز معي مليح اللي يرتد وشن نقول وشو وظيفته هذا طابق وشي يسميه ضد الارتداد وظيفته تخلص من ارتدادات متسبب فيها ارتداد التماس أما طابق الأخير بما أنه يحتوي على عداد وشن نسميه طابق العد باستخدام مدقلبات بسكو عليها الارعط هان يتبش بالمستوى الأدنى إذن هذا الطابق يسميه طابق العد رحوا لي بعدها وظيفة العناص الكهرباء يجمع جمع وشحي سرى هنا وشحي سرى اتلفات الثنائية الضوئية حساسة للتيار إذن وشوظفة مقاومة R-B وظيفة تحديد التيار لحماية ثنائية ضوئية CP ثاني حاجة رحوا نحي R-1 كالنحية R-1 يولي دارة القسم بين VCC و Gn لكي مقحل في حالة التشبؤ وشحي سرى في هذه الحالة رح يتلف المقحل في هذه الحالة وش لازمنا نزيده مقاومة R-1 إذن R-1 تحديد التيار لحماية قاعدة المقحل لكهرو ضوئية رحوا المقاومة R-3 كالنحية مقاومة R-3 ونحسب جهود تحب قاسم من الجهود تجمع وشي يساوي هنا الجهود في هذه الحالة يساوي المقاومة المعني السلك معنى زيرو على مجموعة زيرو بسكو لا المقاومة المعني هو السلك معتها زيرو على R-3 في V-C-C سيرو زيرو في هذه الحالة بنت خلصوا من هذا المشكل ومنذ قيمة معينة الجهود لازم مقاومة R-3 إذن ما وظيفة مقاومة R-3 وظيفتها توفير جهد مرجعي ثابت الكنيس تفور رحوا المقاومة R-3 من الجماعة بنفع موزن لنحيو هاي جماعة لو كنجو نحسبو الجهد هذا جماعة هذا في R-3 وش يصير مقاومة معني R-3 على مجموعة المقاومة R-3 في R-3 مع R-3 الطرح تولي V-C-C إذن جهد في هذه الحالة القديمة يصير 12 بغض إذن وش وظيفة هذه المقاومة كذلك تسهل في تحديد جهد المرجع إذن نجمع وش معناتك يقع عندي مقارن لازم لي على أقل زج مقاومة بهن نوصل الجهد اللي يعني نحوص عليه أسكو ستة ولا ثمانية ولا تسعة على حساب القيم المقاومة اللي يعني نحوص عليها أنا إذن في هذه الحالة وش يصبح الجهد 6 فورت مع الجهد إذا حبينا أكبر من زير فورت وأقل 12 فورت لازم ندير جسر على أقل مقاومة رح لبعدها هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن وش يدير هذا مضخم عام يقارن بين جهد المرجع اللي هو ناقص والجهد المتغير اللي هو مقحل ومقحل ومخارج تعوف يتحكم في المقحل تير رح المقاومة رح رح مقاومة رح مقاومة رح وظيفة تحديد تيار لحمية قاعدة المقحل تير وفي ناس الوقت تحديد تيار تشبؤ لتخلي مقحل يعمل في حالة التبديل مع رح تير يجب وقيمة معينة يجب يتحقق لش وش يجب يكون اي بطا أكبر من اي وش معت حالة التبديل يعمل عمل قاطعة مفتوحة أو قاطعة مغلقة ووظيفتها التحكم في تغذية الوشعة كما هنا إذا كان قاطعة مغلقة وشعة تتمنى وتاماس يبدل حالة ترحة إذا كان قاطعة مغلقة تاماس يولي في حالة عمل إذا كان قاطعة مفتوحة تاماس يرجع حالة رح إذا هنان مقحل الانبيان يعمل في حالة التبديل. رحوا لبعدها. لبعدها ثنائية الديود العجلة الحراء. لو كالنحية يجمع. شو ما سيصرها؟ وتليفان مقحل. وش هو السبب الاتلاف؟ بسبب تيارات التحريضية نتيجة عن التحريض الذاتي للوشعة. نحل له مشكلة. وش لازمنا نديروا ديود عجلة حراء في استقطاب العكسي ويكون على توازي. وش وظيفة هذه الديود؟ تسمى عجلة حراء بس كو تيار يدور وينفذ على شكل مفعول جول ويحمي المقحل تيار. اذا عجلة حراء وش وظيفتها؟ حماية المقحل تيار. حماية الجامعة مقحل تيار. رحوا لبعدها المقاومتين هذو اللي هزدناهم في قلب ارس. شمع لكم نحن. شو ما حسرها؟ اولا صلي دارة القصر منها. وفي ناس الوقت يخسروا المداخل اس والار. اذا شنقولوا في هذه الحالة بنجنبوا دوائر القصر ونحميوا مدخل اس والار اضافة مقاومتين ار وار. اذا شو وظيفتهم؟ وظيفتهم حماية من ضوائر القصر وحماية المداخل اس وار. اللي بعدها البوابة هذي بما انه عدد هذه بوابة شرط نهاية العد. وهذه البوابة وش رح تكون بوابة واو باربع مداخل. وقتها تكون بوابة نان دا جمعة اذا كان هذا المخرج مربوط مباشرة بالمسح فقط. والمسح هذي يمشي مستوى ادنى هنا نقولوا بوابة نان. ديما بوابة شرط نهاية العد هي بوابة انت. اما البوابة الاخيرة بما انه عندي اكثر من طريقة المسح نحتاجه بوابة اور. وبما انه مسح يمشي مستوى الادنى هذه البوابة لازم تكون منفية. اذا هذه البوابة اش وظيفتها اعطاء امكانية تمسح اكثر من طريقة اما عن طريق مسح رميز ازيرو او عن طريق مرحلة ابتدائية من شغولها اثنين وهذه نسميها اكسة عشرين. وهنا جماعة كملنا مثال رقم ربعة والروح المثال رقم خمسة. كما كنت تلاحظوا في مثال رقم ثماني يعطينا تقريبا نفس التركيب. هنا تغييرات خفيفة انما في الجهد المرجعي لا يعطي لي مقاومة اير. اعطي لي جهد المرجعي كون يتحكم فيه في زينة. وهذه يجمعها قبل ما نمله الجدول بنفس الطريقة لازم نحسب الجهود تعد دخول تعد مقارن التمثل. اذا نبدأ اول حاجة عندي هذا المقارن حيقارن ما بين جهدين. الجهد الاول في ناقص نبدأ نرسم نقطة هذي حتى ننصل اجيان. اذا في ناقص كون يمثلها ثنائي زينة. اذا في ناقص يسوي في زينة. يسميه جهد مرجعي. اما الجهد الثاني في زايد. نبدأ من نقطة هذي حتى النوصل لجيان دي. ونشار نلاحظوا. لاحظوا في زيت كون يعبر عليها. يعبر عليها الجهد بين طرفين المقحل يعني في سيو. وهذا الجهد المتغير على حساب طبيعة القاروة. هل هي حاضرة ام غايب. يعني هذا المقحل قاد يكون مانع ولا قاد يكون مشابه. هايجمع نكتبو في ناقص كون يعبر عليها. يعبر عليها في زايد. وفي زايد تعطى من طرف الصانع وجهد هذا مرجعي ثابت ويجزاوي ربعة فاصل سبعة فولت. اذا هنا مش نكتبو ربعة فاصل سبعة فولت. وهذه تبقى ديمة ثابتة مهما كانت حالة القاروة. اما الجهد الثاني اللي هو كما شفناه اللي هو في زايد. شكون يعبر عليه في زايد. يعبر عليه الجهد بين طرفي الباعث وجهد بين طرفي الجامع والباعث للمقحل الضوائي. اذا في زايد وش يسير يسير في سيو. وهذا في سيو جمع جهد متغير على حساب بالمقحل. هل هو مشبع او مانع. في حالة غياب القطعة وش يكون مقحل ضووي يتسلط على المقحل هذا وحيكون مشبع. اذا جهد بين الطرفي. ايش نسمي في سيو ساتوري. اذا في زايد وش نقوله يسير في سيو ساتوري يسير في سيو بالتقريب زير فولت. اما في حالة حضور القارورة. القارورة شاعد يرجمع كي تجي هنا يا حتى حجب الضوء على مقحل الكهروضوئي. وبما انه ما وصلوش الضوء هذا المقحل سيكون مانع. اذا جهد في زير وش يساوي يساوي. جهد المقحل في حالة الحصول يسمي في سيو بلوك. وفي سيو بلوك وفي سيو بلوك يساوي جهد الخروج. هنا يا جماعة يعني اول حاجة وش خرجنا خرجنا الجهود. بعد ما خرجنا الجهود نقدر احنا ملاو الجدول بكل سهولة وبكل بساطة. هاي جماعة نبدأ. هنا عطيتكم في الجدول عطيتكم ثلاث أسطر. غياب بحضور غياب حبي نبيلكم وكتاه يعد تركيب تاعنا هذا. سيعد في الحالة غياب. وما يعني انك تعد قطعة غايبة. لا يعدش. كي تحضر القطعة الثاني لا يعدش. مجرد غيب القطعة يعدها. واذا كنت فهمو هاي جماعة ما تقلقوش. هاي نبدأ بنفس الطريقة. اذا اول حاجة نكتبو هنا ملاحظة وش هو المقحل MPN. مدام ساهم خرج بها نجماعة ما تسرعوش قادر يملكم مقحل PMP مياح يبدلكم تركيب شوي هنا. ثاني حاجة يساوي جهد المرجعي مع انت ديموش يساوي ربعة فاصل سبعة فوط سواء في الغياب ولا حضور ولا غياب. هذا جهد ثابت. اما في حالة الغياب القارورة كما كنت لاحظوا بها نكمل الغياب باش معه واش لازم نديرو. في حالة غياب القارورة الضوء هذا يتسلط على المقحل وبما وصلوا الضوء هذا المقحل وش هيكون مشبه قاطعة مغلقة. اذا بما انه قاطعة مغلقة الجهد بين طرفيه ماذا يساوي يساوي. يساوي في سيو ساتوري. لقد أعطيتكم اتجاه تيارات. لكن لا يهموني. لأنه مقارن يقارن مبين الجهود. لا يوجد علاقة بتيارة. لأن قطب زياد وقطب ناقص لديهم ممنعات تقول ما لا نهاية. ما يساوي منها يساوي زير. اذا على هذه نخدمه غير بالجهود. بما انه مقحة المشبه الجهود بين الطرفيه يساوي في ساتوري سيرو فولت. هل يكون اكبر او صفر فولت؟ ستقول لي ربعة فاس سبعة. ربعة فاس سبعة باش موصلة بالنقص. من خصائص المقارن يقوم بآقص أكبر وزيد. ويخرج. يخرج زيرو فولت. بس كنت لهذا الجهد الان. استقطاب لي وثنانج فولت وزيرو فولت. في ناقص أكبر أكبر وزيد خرج زيرو فولت. وكي يقوم بآقص أكبر ونقص سيخرج لي وثنانج فولت. صحيح. إذا في صوته يكفي صوت المقحة هذا جماعة ما عطيته لها تيار لا توثر. وما يعني يلعب يلعب دارة يلعب قاطعة مفتوحة. إذا يلعب مقحة تيار يعمل في حالة الحصل وجده هذا المقحل تحضارة الوشعة الوشعة تتمغنط لا الوشعة لا تتمغنط تمس يتبدل حالتها ويبقى في حالة راحة وبهنا عرفوا الاس والار يتبعوا مسار تيار من VCC حتى الجيان هذا التيار يجمع كيف يمشي منها يلقى طريقين الطريق الأول فيه اير قلب اير اس وطريق الثاني فيه مقاومة إذا تيار في هذه الحالة وشح يدير أحيي الجزء الجزء يروح الار أعطان سيو تقول لي هنا يتقصر بسكوا كان المقاوم جمع التيار وقتها يتقصر كي يلقى الطريق ما فيش مقاومة خلاص في الجيان تم تحدث عملية القصر إذا اير جمع وصلها تيار يسوي واحد والاس كما كما تلاحظوا اس ما عنده مين يروح لتيار بسكوا هذا راهو جيان إذا اس يسوي سيفر اس يسوي سيفر اير يسوي واحد وبما أنه اير هو النشط وشح يدير يمسح المخرج معنى كي يسوي زير هاي يجمع نكتبه في حالة حضور القطعة المقحل هذا مشبع وفي زايد يسوي في سي يو ساتوري وسيوي زيرو فورت في سورتي يسوي زيرو فورت لأنه في ناقص أكبر في زايد المقحل موصل وش الجود مانع وشيعة دارة مفتوحة معنى غير مغذات تمس يبقى في حالة طرحة ما تغيرش الاس شي يقينها زيرو والار يقينها واحد والكي يجمع وش تسوي زيرو إذا العدد هل العدد يعود؟ هيا جمعون نجاوبوني هل العدد يعود؟ هل وش رح نديره؟ رحون نجيبه لإشارة الساعة لتوصل العدد إذا العدد أجمع كون يمدلو إشارة الساعة يمده له كي وباش يتأثر بجبهة نازع والكي يجب أن يكون في حالة غيب لأنها زيرو هل يعود العدد؟ هن نقول العدد لا يعود رحوا الاحتمال الثاني عند حضور القارورة كما تلاحظون هذه القارورة تحضر قطعة الضوء على المقحل TR وعلى المقحل الضوئي إذن هذا المقحل الضوئي وش يعمل في هذه الحالة؟ يعمل عامل قاطئة ومفتوحة والجهد بين الطرف يتعويش يسمى VCO Block وVCO Block يسوي جهد الخروج إذن يسوي 12 فت كما تلاحظون هل يكون أكبر 12 أو 4؟ أحد يقول لي أستاذ 12 و12 فتح مو ربوطة بزيد مع أنتها VZ أكبر من V ناقص وفي خصائص المقارن كما تحدث VZ أكبر من V ناقص V-Sort مدلي مدلي جهد الموجب المغذى وهو 12 فت وهذا المقحل يجمع V-Sort يغذى ب12 فت طالة تيا مدام وصلوا جهد تيا وش يعتبر قاطعة مغلقة يعمل في حالة تشبه هذا المقحل يمكن أن تغلق دارة الوشعة مدام اغلق دارة الوشعة الوشعة مدلي حقل مغناطيسي هذا الحق المغناطيسي يعمل على تغيير حالة التماس وبالتالي يصبح في هذا الشكل وبالتالي الـS والـ Air ستغير حالتهم إذن تيار هذا يجي من VCC يمشي بهذا الشكل يوصل نقطة هذه يلقى طريقين الطريق الأول فيه مقاومة وطريق الثاني فيه الـ S يتفرع يروح من الجزء منها معناته S يسوي 1 وبما أنه Air مربوطة بالجياني لا يوجد طريقة اللي يوصل لها التيار إذن Air يسوي سيفر إذن S يسوي 1 والـ Air يسوي سيفر بما أن S فعالة بمستوى الأعلى ونشاطنا الـ S هي التي تحكم في المخرج إذن Q يسوي 1 إذن نكمل هنا في حالة حضور قطعة جمعة المقحل هذا مانع وجود بين طرفي VCO بلوك ويسوي 12 فولد VCO يسوي 12 فولد حالة المقحل ممارة المشبع غلقت دارة الوشعة ووشعة مغذات محارضة تماسح يكون في حالة العمل الـ Air سيتعكس الـ Air يسوي 1 والـ Air يسوي 0 الـ Q يسوي 1 هل يعد العدد راح نزيد ونشوف إشارة 9 إذن كيف يسوي 1 0 أو 1 منطق هل هناك جبهة نازلة لا هذا يجمع جبهة صعيدة بسكن تقلت من صفر للواحد إذن إذن نقول عدد لا يعد إذن العدد أجمع يعد حتى نزيد تغيب القطعة عند غياب القطعة لاحظة مع يمليح بنفس الطريقة الأمر هذا يصبح مشبع بما أنه مشبع بين الطرف هو 4.7 أكبر من 0 مربوطة بالناقص من خصائص المقارن يقوم V-V-Z يمدل 0 V-Sort يمدد 0 V-Sort المقحل لا يقوم بمانع وليس قطعة مفتوحة يفتح دارة الوشعة زوال مغناط الوشعة رجوع تمس إلى حالة راحة وبالتالي الطير هذا يروح لل R و S يكون 0 إذن S 0 و R 1 إذن Q 0 وبالتالي نكتب هنا في حالة غياب V-Sort 0 V-Sort 0 حالة المقحل غير ممرر حالة الوشعة غير مغذة تمس يعود إلى حالة راحة S 0 و R 1 إذن Q 0 هل يوجد العدد نشوف هنا ركز معي مليح شوف هنا إذن Q ولت 0 في هذه الحالة وبما أن 0 حالة انتقالية من مستوى الأدنى جبهة النازلة وبما أنه عدد يمشي بجبهة النازلة هنا العدد يعد وهنا يكملنا مثال 5 و آخر مثال 6 في مثال 9 يمشي بالمستوى الأدنى إذا نشجمع S bar R bar هنا المقحة المقحة NPN ولا دال لانتون مقحة المصفات المقحة المصفات يوصل الجهد يكون مشبه يوصل الجهد يكون مانع لا يعمل في ناقص أعطاننا في هذه المقاومات هنا جماعة قبل نعمل جدول نخدمه بنفس الطريقة لازمنا خرج الجهود القطب الناقص و القطب الزائد للمقارن التماثل هيا نبدأ إذا في ناقص نجيبه ونبدأ من نقطة هذه ناقص ونبدأ نمشي حتى نوصل إلى جهن إذا في ناقص يعبر عليه يعبر عليه مقاومة 3 ربعة مع بعض إذا هي المقاومة المكافئة إذا في ناقص يساوي الجهد بين الطرف هي المقاومة المكافئة زائد ربعة أما الجهد الثاني في زايد من نقطة هذه نوصل لجيان دي إذا في زايد تكون يعبر عليه عبر عليه جهد بين الطرف المقحل اللي هو يجمع نكتب إذا في ناقص ماذا يساوي يساوي في على مجموعة المقاومات تحت هذا الفرق إذا كان يساوي ربعة في الجهد المسؤول عن تغذية هذا الفرق اللي هو VCC إذا وكما تلاحظ وعطيتكم ربعة نعودهم بدلالة بعضهم ونختاز إذا ما أعطيكم بدلالة بعضهم سأعطيكم القيم وتدروا تطبيق عددي عادي إذا ما تساوي إذا تساوي 2 R2 ربعة R3 وR4 تساوي 2 R3 وبما R2 R3 وR4 تساوي على 3 R3 الكل في VCC R3 مع R3 الطروح تبقى 2 على 3 VCC 12 22 24 وكي تقسم 3 8 فوط إذا جهد المرجع هذا ما يساوي 8 فوط إذا هنو 8 فوط مع V- 8 فوط أما جهد الثاني اللي هو متغير إذا VZ تكون يعبر عليه عبر عليه جهد بين الطرفين المقحل اللي هو VCU وهذا الجهد تجمع VCU عنده احتمالين على حساب حضور القطعة أو غياب القطعة كما هنا قطعة أعطيت هيا الممحات إذا في حالة غياب القطعة الضوء يتصل على قاعدة المقحل يكون في حالة تشبع إذا VCU ستسمع VZ وتساوي 0 أما الاحتمال الثاني في حالة حضور الممحات الممحات هذه تحزب الضوء على المقحل إذا VZ يساوي في هذه الحالة يساوي VCU لأنه مقحل مانع وبما أنه مقحل مانع VCU يساوي جهد الخروج ويساوي VCC أجماعة بعد معرفنا الجهود الدخول المقارن التماثلي روحونا ملاو جدول التشغيل هيا نبدأ بنفس الطريقة يعني قبل ما نبدأ الخدمة لازم نركز على القلب R ركز على المقحة الموصفة إلى آخر بس كأن مقاحل تمشي بتوترات الساليب إذا هنا وش نديرو إذا بما أنه قلب R سننشي مستوى لأدنى إذا وش نكتب هنا في المدخ نكتب S BAR وهنا R معنا القيمة اللي نلقيها بعدها نعكس ثاني حاجة هنا المقحة اللي هو موصفة كان الآن هنا بما أنه سهم داخل القاعدة التعوي هنو نسميه مقحة موصفة كان الآن وهذا يمشي بالجهود الموجبة كيوصل الجهود رايكون قاطعة مغلقة لكن ما يصل لش توتر لجهود رايكون قاطعة مفتوحة إذا ما تنسو تكتب الآن موصفة هنبدأ في حالة الابتدائية على بان بلي في ناقس ديما وحي يسوي ثمانية فولت سواء في غياب الممحات والله في حضور الممحات من بعدها نبدأ في حالة غياب الممحات اللي هي غياب القطع في حالة غياب الممحات الضوء يتصل على قاعدة مقحة الكهاروضوي وش يعتبر قاطعة مغلقة وبما أن قاطعة مغلقة معانتها مقحة في حالة تشبؤ معانتها VCU ساتوري ويسوي 0 فولت بما أن ثمانية أكبر من 0 وثمانية مربوط من ناقص معانتها V ناقص أكبر من V زايد ومن خصائص المقارنة مثل ناقص أكبر من V زايد وش مستقطب 0 فولت و V بما أن V سي 0 فولت مقحة الموصفات هذا ما أعطيت له جهد وش يعتبر في هذه الحالة يعمل قاطعة مفتوحة سيكون قاطعة مفتوحة ما يستطيع المصرفة والمنبه بما أن قاطعة مفتوحة جمعة وش يفتح دارة الوشعة إذا الوشعة غير ممغنطة تمس سيبقى في حالة راحة إذن هذا التيار يأتي من V C C و يروح مباشرة لجيان دي ما يروح الطرف الثاني على باكم لأن التيار هنا يلقى طريقين طريق الأول في مدخل S وطريق الثاني خالي من المقاومات التي هو طريق سهل إذن تيار كامل يح طريق سهل و S تقصر إذن هنا S ما نقول عليها لا وصل لها تيار إذن S تساوي 0 أما R هذا تيار من V C يجد طريق مفتوح وطريق R ويروح R وصل 1 منطقي إذن نكتب R وصل لها 1 منطقي S بما أن S يساوي 0 جماعة S يساوي 1 و بما أن R يساوي 0 ما نشاط R أم S هو النشاط وضع المخرج 1 وما أن المخرج يساوي 1 هل العدد يعد لا إذا كنت ترى في المقاطة الزمني تفهمها مليح سيجمع نكتب إذن في حالة غياب الممحات V Z V C 0 V V C 0 V المقحل مانع أو مزدود أو غير ممرر وشعة غير سيجمع 0 S 1 R 1 R 0 R S نشاط من المستوى الأعلى في هذه التركية التي حولتها S bar وR نشاط من المستوى العدد إذن S أعطيت 1 منطقي نشاط 1 ويساوي 1 ويساوي 1 إشارة الساعة كيفية تغذية العدد ويساوي مستوى الأعلى العدد لا يعد هذا الاحتمال في حالة غياب الممحل في حالة حضور الممحل ركز الممحل كما تلاحظوا حجزة الضوء على المقحل وبالتالي هذا المقحل لا تسلط على الضوء وشحية مفتوحة الجهد بين الطرف هي ويساوي 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 في مستوى من الجهد ويساوي 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 وجهد المقحل من الجهد ويساوي ويغلق مغلق ما بين المصرف ويغلق 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 يتم تدخل إيقافه على منصف التيار وما أنها لتحقيل هاتي السيار عمر البيان فإنسان سيارس يحتاج إلى سيارس فإن سيارس يسبب مقابل يتحكم في المقهج منها نتحدث فننتم تتحقيل مقهل في حالة حضار مقهل ومعنى مقهل في حالة 2 ولكن هاتي بلوك رأيه مشبع الوشعة ستكون مغذات ولا محارضة تماس يعكس حالته يكون في حالة عمل كي يعكس حالته الآسوشيينها زيرو والآر يسوي واحد بما انه اري سوي واحد هو لي يمسح المخارج يقلبه زيرو بانشوف العداد روحه اشارة ساعة اذا ما قبل كي وش كان كان واحد بعد كي وش ولا ولا زيرو اذا هنا هنا عندي حالة انتقالية من مستوى الاعلى مستوى الادنى واش سميه جبهة نازلة وبما انه عداد يمشي من جبهة نازلة احد جهنا بضاح يعد قطعة ويكتب رقم واحد اذا هنوش نقلبو نكتبو العداد العداد يعود هذا بنسبة المثال رقم تسعة هاي جمع روحو المثال رقم خمسة سبقتكم سبعة وثمانية وتسعة باسكو كين بززاف سألوني على المذخم عملي يعمل عامل مقارن ذكر روحو المثال رقم ثمانية بسيط جدا ما في حتى اشكالية هنوش فيه في مقحالين مقحل اول وشي هو مقحل كهلوضوئي تي ار واحد يعمل بالضوء والمقحل الثاني هو مقحل ام بيان هنوش هاكم تلاحظوا تلاحظوا بالقاعدات عن مقحل بيان مربوطة بالإيميتور عن مقحل كهروضوئي بل كل شي لازم نشوفوا القلب ارس باش يمشي بما انه عطالي قلب ارس انجاز بوابات ناند كما كنتلاحظوا خط ضائرة او مدخل هذا نسميه اس بار وهذا ار بار وبما انه مقحل ساهم خارج معنى ومعنى ام بيان ما معنى كيوصله تيار والجهود يكون مشبع ما يوصلش تيار والجهود يكون معنى ها يجمعنا ابدأ في حالة غياب برميل ثنائية الضوئيات وصلت الضوء على مقحل ام بيان فيصبح مشبع وبالتالي هذا تيار ليجي من في سي سي واشي يوصل نقطة هذه كيوصل نقطة هذه يجمع عشي كما تلاحظوا عندي مقاومة من ار بي مقاومة ار ضوء هنا تيار الكهرباء الشحيدير جزء يروح المقاومة ار والجزء الثاني يروح المقاومة ار بي والمقحل كما تلاحظوا هنا مقحل مدى موصله تيار ومدى موصله الجهود ويعتبر قاطعة مغلقة كما تلاحظوا هنا معنى المقحل هذا ولا يبشي معه هذا تشبه تشبه في هذا التركيب وبما انه هذا المقحل المشبع سيغلق الدارة فتصبح الوشيعة دارتها مغلقة وبالتالي تتحرض وتعطي لحق المغناطيسي حق المغناطيسي الشحيدير رح يعكس حالة التامس بعدك يعكس حالة التامس خرجوا اس بار و ار بار اذا هذا تيار اللي يجي من الاعلى يوصل هنا يلقى طريقا طريق الاول فيه القلب ار اس وطريق الثاني فيه طريق سهل جيان ما فيش مقاومة وبالتالي تيار يقصر هذا يذهب مع هذا الطريق وتتقصر اس بار اذا اس بار اش تساوي في هذه الحالة تساوي زر واما تيار الثاني يجي مصدر الجهد يجد كذلك الطريقين طريق الاول مفتوح والطريق الثاني ار بار مع انتها تيار ونحا يروح الار بار اذا في هذه الحالة ما نقوله نقوله اس بار وش يساوي زيرو والار بار يساوي واحد وهنا في الجلبوري نجماعها لا يطلب مني اس بار وار بار اطلب مني اس وار بما انه اس بار يساوي ساوير مع انه اس يساوي واحد وبما انه ساوي واحد فانا ار يساوي ساوير ما قم يتحكم في المخرج اللي هو اس بارسكو هو الفعال اذا المخرج يساوي واحد العدد يحسب ما يحسب هاي يا جمع علاو السطر الاول في حالة غياب القراءة برميل واشه معنات هذا مشبع منقهال ثاني كذلك يصل هو الطياء والجود فيصبح مشبع فيغلق دارة الوشعة فتتحرض الوشعة وتصبح مغذات فالتمس يغير حالته ويصبح في حالة العمل إذن S يساوي واحد وR يساوي السفر بما أن S فعال هو اللي يتحكم في المخرج في حالة تشغيل واحد منطقي وبما أن K يساوي واحد وش لازمنا نشوفه إشارة الساعة العدد باش يمشي يمكنني مدله إشارة الساعة كي بجبهة نازية إذن العدد باش وصله مستوى الأعلى هنا وش نقوله العدد لا يعد إذن نكتبه عدد لا يعد ورحوا لإحتمال الثاني اللي هو حضور البرميل ركزوا مع الملح يا جماعة جماعة كي يحضر البرميل وش لكم تلاحظوا البرميل هذا حجز الضوء على مقحل تير 1 بما أنه حجز عليه الضوء هي يعتبر قاطعة مفتوحة وبما أنه قاطعة مفتوحة مستحيل أنه تيار يوصل مقحل تير 2 وبما أنه ميصش تيار لمقحل تير 2 وماذا يعتبر؟ يعتبر كذلك قاطعة مفتوحة هذا المقحل يفتح دارة الوشعة مما يؤدي إلى زوال مغناطة الوشعة وكما تزال زوال مغناطة الوشعة تماس يعود إلى حالة راحة كما تسكع لها في المراحة الكهربونيس كي ينابض الأرجح وكي يتعكس حالة التماس نتبعه إتجاه تيارات بالنسبة للأير بار كي يوصل تيارة يأتي من المصدر جهود ويوجد طريق سهجيان والأير معانتها تيار يروح طريق السهل والدارة هذه تقتصر معانتها أير بار هنا ويساوي زير والتيار الثاني يجد طريق الأول مفتوح وطريق ثاني سهل يجب أن تروني إلى س بار إذا في هذه الحالة س بار يساوي واحد وار بار يساوي زير بما أن س بار يساوي واحد معانتها س يساوي صفر بما أن ر بار يساوي صفر معانتها اير يساوي واحد إذن شكل يتحكم في المخرج اللي هو رسة هو الناشط اللي هو إيقاف المخرج ووضع المخرج في الصفر هاي نكتبه هنا جمع حوضو برميل يؤدي إلى قطعة الضوء على المقحل الانبيان فيصبح مانع والمقحل الثاني كذلك لا يصله التيار فيصبح مانع الوشعة أصبحت غير مغذات وزوال مغنطة وبالتالي تمس يعود إلى حالة راحة وبالتالي آس يصبح صفر وار يصبح واحد وتعكس حالة تاحهم وبما أن رسة واحد معانتها كي يساوي زيره هل عدد يعد واش لازم نجمع روحه المخطط الزمن إذن في الكي منقبل وش كانت كان عندنا واحد منطقة كي وش ولت ولت زير إذن كي أصبح الصفر وهذه وش هي جبهة نازلة هي حالة انتقالة من واحد إلى صفر والعداد كل ما توصلوا في جبهة نازلة إذن هنا وش نكتبو نكتبو العداد هذا بنسبة للمثال رقم خمس هيا جمعة زيناء بقنا آخر مثال اللي هو مثال الرقم ستة وكذلك هو مثال بسيط جدا فهذا المثال ما فيش خدمة بزاف طلب مننا إكمال جدول التشغيل بنفس الطريقة وش لازم نشوف نشوفوا حالة المقحة الطابعة هل هي NPN أو PNP كما نلاحظ NPN مع أن تكي وصلوا التيار وجود المشبه كما يوصلوا شكون من وأنا أعطيتكم أجمع أفكار على مقحة PNP هكذا هيا جمعنا نبدأ في هذا النظام عند غياب المصباح ما الذي يحدث يتسلط الضوء على مقحة NPN فيصبح مشبه وبالتالي هذا التيار الجزء يذهب مع الطريق الأول مقاومة L والجزء الثاني يذهب مع R ما أعطيس تقول لي التيار تقصرنا لكن طريقة لديهم مقاومة لو كانت مقاومة مقاومة صحي تقصر تقصر يجد الطريق من مقاومة فيه GND مباشر وبما أن TR2 يصل للتيار والجهود وما سيعتبر قاطعة مغلقة هنا جمع منهم التيار سنخدمون بالجهد أطالي V30 إذن هنا مقحة المشبعة وبما أن مقحة المجبعة VCU نسميه VCU ساتوري وVCU ساتوري يقصر 0 V وما أن هنا 0 V هذه البوابة هي نفي إذن 0 V30 بما أن V30 0 V30 5 V30 هذا يكتب VCC جمع على هذه مقاومة R نحضر التيار ونوصل لجهد البوابات 5 V إذن ما نكتبه بما أن V30 يقصر 5 V إذن نعود نكتبه هنا غياب القطع من حل الأول مشبع أو ممرر حل T2 ممرر مشبع بما أن V30 يقصر VCU وVCU ساتوري معانتها 0 V وبما أن كان بوابة نفي إذن 0 V وش هو نفي 1 منطقي 1 منطقي كهربائي المخطط زمن العدد يجمع لكي يمشي بجبهة نازلة لماذا يكون يمدلون إشارة الساعة VS بار إذن VS بار يجمع 5 فور وهذا مستوى الأعلى عدد لا يعد حالة الثانية هي عند حضور المصباح عند حضور المصباح وش سيحزب الضوء على مقحل T1 وبالتالي يجمع قطعة مفتوحة وهذا المقحل مدام قطعة مفتوحة يقطع T2 على مقحل T2 وبالتالي مستحيل مرور T2 إلى مقحل T2 إذن كذلك قطعة مفتوحة وهذه قطعة مفتوحة V30 وش يسوي بما أنه قطعة مفتوحة المقحل في حالة المنى مع VCO وش تسوي VCO بلوك و VCO بلوك يجمع 0V إذن نكتب هنا مقحل الأول مانع مقحل الثاني مانع VCO وش تسوي VCO 5V 0V هل يعد العداد رح المخطط الزمن إذن مقبل 5V وش 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 0V وهذه نسميها جبهة نازلة وعند العداد لكي يمشي بجبهة نازلة ووصلت وجبهة نازلة إذن عداد وش نقول يعد وهنا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله وصلتكم كل كبيرة وكل صغيرة على دوائر الكشف وإن شاء الله غيرتكم طريقة تخمين وتركزوا على الفهم أكبر من الحظ وهنا جماعة وصلنا لنهاية الحصة ومقالي نقول لكم غير السلام اشتركوا في القناة